و جي اليوم اللي تنطلق فيه الوثائقية يعني بقى يوم الامتحان ما احنا عنا نتفرق خلاص الوثائقية كده عاملة بالضبط زي البني قدم اللي هب نطف البحر بقى عوم فتحنا التلفزيون الساعة 8 الوثائقية قدامنا وانطلق فيلم عن المناضل والبطل الشعبي أدهم الشرقاوي وقعدت اتفرج على أدهم الشرقاوي بدون اي مبالغة وانا عامل كده ثابت ما بتحركش طيب اللي غاوي أفلام وثائقية أو اللي اشتغل أفلام وثائقية يعلم ان احنا بيبقى فيه عندنا حاجات كده تقدر تسميها تقنيا دوكيو دراما يعني انا بيبقى فيه عند المتخصصين او شهود العيان او 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 اللي هم الضيوف بتوع الوثائقية الدراما في الموضوع ان انا عايز اخدم على ده بفيجول مش بس كلام الضيف اللي بيتكلم انا عايز يبقى فيه قدامي صورة فانا ممكن جدا نجيب أدهم الشرق بس هجيب أدهم الشرق او امين اجيب بدران بس هجيب بدران منية رحمة الله على الجميع بقى خلاص يعني الكلام ده من سنين طويلة طب نعمل ايه في الحالات اللي زي كده بيروح المخرج بتاع العمل الوثائقي يبدأ يشتغل دراما فيبدأ يشتغل بقى مش بس على السيناريو الوثائقي لكن يبدأ يكتب سيناريوهات صغيرة للمشاهد الدرامية اللي بناءا عليها هيتم وضعها لخدمة العمل بشكل عام ادهم الشرقاوي حتة سكر تبدأ بيها الوثائقية حتة سكر بالمعنى الحرفي فيلم طعمه حلو ده واحد اخراجه حلو ده اتنين مزكته حلوة ده تلاتة القطع بتاعه حلو أربعة الناريشن بتاعه حلو خمسة الزوايا مظبوطة الإضاءة مظبوطة ساعات كتير في بدايات العمل الوثائقي يقع الصناع كده ايه بيبقى ساعات في البداية خالص لازم يقعوا في فخ لوه مثلا يجيب لك الضيف علشان يتكلم فيحط لك مثلا يوسف على شمال الشاشة بعد شوية عاوز يجيب نديم فيروح حطه على يمين الشاشة وبعدين ما تلاقيش ان فيه باترن ما فيش نسق خد بالك لازم يبقى فيه نسق في الوثائقي في الحالة اللي زي كده يعني يا هتحط كل الناس على شمال يا هتحط كل الناس على يمين يا اما انت هتقسم على حسب الادوار على حسب الفيلم الوثائق اللي انت بتعمله لانه الوثائق ده ممكن يكون بيحمل وجهات النظر فإما وجهة نظر يمين فيبقى كل اصحاب وجهة نظر الف يتحطوا على يمين كل اصحاب وجهة نظر شماء به يتحطوا على الشمال لازم يبقى فيه نسق فانت هنا قعد تفرج على الادهم الشرق ويهتعرف انه المخرج هنا هو عارف بيعمل ايه رجل فهمان فحطت الضيوف كلهم على شمالك وانت بتتفرج وبعدين يبدأ يقطع انا مش شاهد طبعا حاجة من اللي موجود على الشاشة دلوقتي اللي لو زملائي حطولي على الشاشة الكبير لهم متصورين انا عين الصقر لا نعرف ان انا ايه عجزت اهو الوثائقية ادهم الشرقاوي بطل ام مجرم قناة الوثائقية تجيب فيه فيلم من انتاجها ادهم الشرقاوي وعجبني فكرة ان احنا نوثق للابطال الشعبيين المصريين والحكية في الحتة دي يخلينا نقدر نعمل افلام بالعشرات على الابطال الشعبيين المصريين دي حدوتة عشرات لا الاف لو انت عاوز تبدأ من البداية من وقت وجود الحضارة على هذه الارض لحد اللحظة اللي احنا فيها وبنتكلم كده هتجد ابطال يوهوهوهوهو الاف وحواديت حواديت اشتركوا في القناة